موسيقى اسماء اسماء أزول في اللون السيدات والسادة النظارة الأعزاء مساء الخير كان نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج أضواء الأمازيغية ضيفنا في حلقة اليوم السيد مضغيس مادي الباحث في تقاف الأمازيغية واللي معروف عند أمازيغ شمال فريقيا بأنه فريق عمل وحده يشتغل في عدد كبير من المجالات يشتغل في التعليم يشتغل في اللسانيات والبحث في المعجم يشتغل في الإعلام والسمع البصري يشتغل في عدد من المجالات الفنية والتقنية التي عندها صلة بتقاف الأمازيغية وبالنهوض بالأمازيغية خاصة في ليبيا سيماد غيس أزول في اللاك قبل أن نبدأ الحوار مع الضيف ديالنا كان حيلكم على الروبرتاج مع اندلع الثورة الليبية في السابع عشر فبراير من سنة 11 والفين شهدت البلاد تحولات درامية وتطورات سياسية وعسكرية عصفت بنظام معمر القدافي الثورة التي أجمع العديد من الملاحظين أن أمازيغ والمجلس الوطني الانتقالي لعبوا دورا رياديا في إنجاحها والسماح للليبيين بالإنعتاق والتحرر من قبضة النظام السابق فما وضعية أمازيغ ليبيا اليوم تواجدوا في واحد الوضع الذي تتصدم فيه جوجل العناصر مهمة جدا الأولانية هو المخلفات المد القومي الفكر القدافي الذي إلى حدود الآن بقي عنده امتدادات قوية وإفرازاته بقي مستمرة ثم الجانبتين هو التنامي للتطرف والإرهاب والقمع التي تتعر له مختلف سريح دي المجتمع الليبي في خضم هذا الأوضاع طبعا الملف دي الأمازيغية هو أعتقد أنه بقي وارد فالأزونة دي الحركة الأمازيغية في ليبيا هناك صمود هناك تحدي هناك وجود فعلي في الميدان وبالأخص التواجد دي لهم بقوة على مستوى المنطقة دي الزوارة كأن تحديات أمامهم أعتقد أنه مفروض الأمازيغين مختلف دول شمال إفريقي فهموا بأن الوضع دي الأمازيغ في ليبيا تستدعي التضامن والتماسك والدعم المساندة بجميع الإمكانيات المطلوبة ليبيا ما بعد ثورة السابع عشر فبراير حملت معها متغيرات جديدة بخصوص الهوية الليبية حيث طفأ إلى السطح موضوع الأمازيغية الذي تحول من التجاهل والتهميش المطلق إلى إعادة الاعتبار والاعتراف التدريجي بالرموز التقافية الأمازيغية كحروف التفناغ والعلم الأمازيغي الذي يجسد المقاومة الجغرافية واللغوية والحضارية لإمازيغا مأساسة الأمازيغية في ليبيا لا زالت في بداية الطريق فهل يستطيع أمازيغ ليبيا إثبات وجودهم السياسي في ليبيا الغد أمام الأوضاع الحرج التي تمر منها البلاد سيما دغيس أرسيكم سمرحبا غوساي سابن تيفاوين في تمازيغت الموضوع ديالنا في هذه الحلقة هو النهضة التقافية والعلمية والأكاديمية في ليبيا اللي عندها علاقة بالأمازيغية ما بعد التورا كيفاش كتشوفوه الوضع العام ديال الأمازيغية تقافيا ولغويا وفنيا ما بعد التورا ليبيا مش عارفة لماذا تحديد التورا بالتحديد هو في صحيح نقطة فاصلة أحيانا التوراة تكون نقطة فاصلة في التوراة التي هي فعلا توراة بالنسبة لي لنا هذا يعتبر يعني إلى حد ما ليست منطلق بالنسبة لي شخصيا المنطلق كان ويستمر كان قبل التورا بكثير أنا جيت للمغرب وبالمناسبة نشكر أهل المغرب أنا بالداتس عشت بين أهل الجنوب مدة طويلة عشت هنا في المغرب تقريبا من سنة 2000 قريبا خمستاشر سنة يعني ملكت دار هنا خمستاشر سنة ولكن نمشي ونجي على المغرب أزوريا بالنسبة لي أنام لم يكن فيه منطلق حقيقة سواء التوراة قبل أو بعد لأننا خدمنا في هذا المجال هناك استمرارية بالضبط استمرارية مثلا المؤسسة التوراة التقافية بدأت سنة 2000 في كاليفورنيا في أمريكا نعم فالعمل مستمر فعلا المجال الحرية كان أوسع الناس ورغبتها كانت أكبر بعد التوراة في التغيير ورغبتها في العودة إلى الهوية وأنت تعرف كيف يحدث عندما يحدث شرخ في منظومة معينة أن الناس تفحت على البديل وكانت هذه فرصة جيدة أن نقدم ما لدينا من بديل يعني نحن لا نخترعوش حاجة من عندنا وننجدوا حاجة من عندنا نحن هذه بضاعاتكم ردة لليكم يعني هذه حاجة الناس نفسهم لهم وعيشينها ويعيشونها الحاجة الأخرى المهمة بالنسبة للعمل الإبداعي الأمازيغي فيه مجالات كثيرة جدا عمل الإبداعي الأمازيغي كما تعرف سواء تعمل في اللغويات سواء تعمل في الرسم في النحت في الأشياء كثيرة ونجب أن نعترف بشيء مهم جدا أن بالنسبة لي هذا ماشي والله ما نعتبره نضال أنا يوم اللي نلحط هذي ولا نكتب هذي رد متع رد عايش هذي يعني مثلا نبدل فيه جهد لا 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 راني فرحان كندير هذي شي بحال واحد رصام يرسم معرفش شي لوحة في بلاسة ولا يكتب شي مجلة ولا قصيدة ولا يعني ما نعتبرهاش مجرد نضال لا مجرد حاجة نعيشها لأني أمازيغي أكتب بلا مازيغي وأعيش بلا مازيغية فقط يعني أمازيغية بحال نمط حياة يومي بالضبط ولهذا لا أجد فيه تعب ولا أجد أنه هو شي يجب أن يعني غالبا المبدعين يعني يعني يعملوا الأشياء من أجل مكافأة أو من أجل المكافأة أنا بالنسبة لي أنه هذه الصنعة نفسها تعتبر مكافأة يعني تصنع الشيء تبدعها تجلس تتعم فيه تسهر فيه الليل يعتبر شي جميل جداً وهذا اللي نتمنى أن نحن نكونوا إليه هو العمل إبداعي يكون إبداعي في حد ذاته ولكن باللغة الأمازيغية لأن التكلف في العمل غالباً ناتج عن حالة من الإنهزامية أو حالة من الضعف أو حالة من كده ربما يعني هذا هو يكون ولما تكتر الفلسفة من حولها وكترة التخميم وكترة الكلام من حولها ربما تفقده ذلك البراءة يعني أنت كتعطي الأولوية للفعل والإنجاز على الكلام يعني كتشوف أنه ينتضخم في الكلام لا 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 أستاذ عصيد أنت ربما يعني ما شاء الله أنت رأت لاحظ الآن في الحلقة أنني لا أجد بالكلام لا أجد بالكلام وليس لأني أفضل العمل على الكلام أبداً بالأكس احنا اقتنعنا وتجدد فينا الروح الهوياتي وتجدد فينا هذا كله بسبب كلام الآخرين فالكلام مهم والنقاش مهم بل والصدمة كذلك مهمة يجب أن تصدم الإنسان كتحرك اللي بغينا نعرفه واشنون الفرق الآن في الوضع التقافي للأمازيغية ما بين ما قبل 2011 وما بعد 2011 هل هناك قنوات أكتر للتواصل بين المازيغين في ليبيا وبين العالم وبين المازيغين في شمال فريقيا هل المنتوج الأمازيغي الآن في ليبيا يعني عنده إشعاع في مناطق ديالو كيف تتعامل الدولة الآن والمؤسسات مع الأمازيغية يعني هل هناك فرق بين ما قبل 2011 وما بعد 2011 تعرف اللي صار في ليبيا في العمور صار تغيير شوفوا الفرق صار تغيير على مستوى الليبيين كلهم بمعنى تغيير نظام الحكم تريد كذا ولكن اللي صار بالنسبة لأمازيغ ليبيا ثورة ربما يكون متطرفا أن بعض الناس لنقول أن الوحيدين اللي استفادوا من الثورة في ليبيا هم الأمازيغ لأن مثلا المتحدثين العربية مثلا في ليبيا أو غيرهم يعني لما يشوفوا الوضع قبل القدافي ولا بعد القدافي صحيح ما فيش هذه الليجنة التورية وهذاك الضغط العسكري ولكن على المستوى الثقافي على مستوى التغيير الملموس ما فيش حد استفاد منها بحل الأمازيغ هناك تدهور يعني لا لا ولكن ما فيش حد استفاد من هذا التغيير بحل الاستفاد لأمازيغ لأن الأمازيغ كانوا تحت الويصاية وفي الحجر وتحرر برضا برضا بينما العربية كانت موجودة أنت سيد عصيد جيتنا وكنا مع بعض في ليبيا وشفت الوضع الناس فرحانة بشكل رهيب جدا تحس أنها فرحانة به تغيير نعم وما كانوا ينظروا فيها أنه هو استفادة مادية أو مناصب يحسوه تغيير في الأساسيات في حياتهم ولهذا تعليم الأمازيغية في جبن نفسه الناس ما زالت في الجبهات تحارب القدافي وحدود جبن نفسه ما زالت محاصرة والمدرسات تدرس بالأمازيغية فتحت المدارس خصيصا لكي تدرس الأمازيغية بينما المدارس الأخرى عطلت لأعذار كثيرة منها أعذار التورة وأعذار الحرب وأعذار كذا ففي جبن نفسه كانت تدرس الأمازيغية مباشرة بدون مناهج بدون أي شيء بدأوا يدرسون هكذا بطريقتهم وكل واحد على الطريقة ويكتبوا أيضا في الواجهات والواجهات والعالم في كل مكان إذن الحقيقة فيه تغيير جذري في ليبيا ولو كان ما تحسش به الناس بسبب الحرب هذه اللي صايرة والمشاكل ولو كان أكثرها لا يصل إلى المناطق الأمازيغية مباشرة ولكن موجودة يعني مثلا الحرب في طرابس لها سنة الآن مشتائلة ومتاهبة وهذا عنده تأثير على النفسيات في الناس في الجوار أدرار نفسها زوارها يعني مثلا السفر ما تقدرش تمشي مباشرة بالمطار إلى المطار لأنها محاصرة مثلا الآن تمشي عن طريق مطار طراب لنسلسل تمشي عن طريق تونس أو تمشي عن طريق كده هو فيه في المطار ولكن معقد الرحلات ومعقد الأمور كلها يعني إرسالات البريدية كلها أصبحت معطلة كل شيء أصبح معطلة بسبب هذه الحرب ولو كان المنطقة هذه ما فيهاش مشاكل ولكنها تتأثر اقتصاديا العملة مثلا والسعرها يتأثر فيتأثر الجميع الحالة الاقتصادية الإضطرابات المادية إلى آخر يعني بعد دينامية 2011 ما هي أهم القرارات المؤسساتية التي صدرت لصالح الأمازيغية سواء في التقافة في اللغة في التعليم هل هناك قرارات رغم أنه يعني الدولة يدعون الله كالتهيك الآن وكال مشكلة يعني البرلمان الحكومة المؤقتين إلى غير ذلك لكن هل هناك قرارات تصدر عن مؤسسات دولة تخص الأمازيغية والله صدر القانون 18 مثلا سنة 2012 أو نهاية 2012 بداية 2013 وهو قرار إلزامي التعليم الأمازيغية مثلا في المناطق الناطقة ولمن يرّب في ذلك هذا يفسح المجال للمناطق الأخرى ولكن نقول لك أن هذا القانون لم يصدر إلا بعد ما الأمازيغيين أصلا قطعوا شوط ويدوريسون أصلا فتحسين حاصل أصبحت تدريس واقعا واقعا والقانون التحق وهذا كذلك في قوانين كثيرة جدا كالقوانين السماعية البصرية وغيرها وغيرها هذه صدرت بعد ما جعل الأمازيغيين أمر واقع هناك تقصير من ناحية أننا جديد علينا هذا الشيء كامل يعني نحاول أننا نستفيد من التجارب الآخرين كالتجارب الرزائر والمغرب وغيرها ولكن في الواقع فيه مجهود كبير يقوم به الشباب ويحاول أو الشابات في نفس الوقت يحاول أنهم يواكبوا الحراكة المزيد وانت تعرف ثلاثة سنوات في العمر الثقافي بسيطة تعتبر وعربة سنوات وحتى عشرة سنوات تعتبر بسيطة في العمر الثقافي للأمم هو الجميل بالنسبة للثقافة الأمازيغية فيه إعداد مسبق لسنوات وسنوات اللي كان كان هو المنع فلما امتنعت الموانع كانت الأشياء هذه تظهر تلقائيا وطلقائيا بالضبط فرأينا مواهب في التلفزيون رأينا في الموسيقى وأشياء لم نسمع بها أبدا بمعنى أن المشكلة أنه بعد فك طوق على الأمازيغية ورفع الحذر كبير وزخم في المجال الإنتاج الثقافي والأكاديمي في ليبيا كان فيه ولكن لم يكن بشكل العلني ومطبوع مثلا المؤسسة الثقافية بدأت سنة 2000 خارج ليبيا فمثلا انطباعة الكتب وغيرها كانت تطبع خارج ليبيا كانت تطبع ولكن تمنع بشي يدخل لليبيا خارج ليبيا نعم إذا خارج ليبيا كتبة سعيد السفا المحروق كانت محروق كانت توزع بصفة سرية وإلى آخر كانت مجلات تصدر في ليبيا مجلات وغيرها وتصدر في الأمازيغي مثل التفيناغ مثل التامازغة مثل هذا الشي كانت تصدر في الثمانينات كان فيه مشاريع كثيرة كان فيه مهرجانات ووجب القول كذلك أن في الفترة الأخيرة من الحكم من قدافي صار نوع من التراخي بما يسمى مشروع الشباب ومشروع مش عارف كذا كل ما يدخلوا مشروع وكان يسمح للأمازيغية نوع ما بإلقاء مثلا وجود بعض المؤتمرات وجود بعض الكذا ولكن لم تكن بهذه الجراء أو بهذه القدرة وهذا طبعا سبب حتى نوع من الحساسية لما يشوفوا هذه الاندفاع عندنا الطرف الآخر يبقى كمش كان فيه نوع من التسامح فيما بين الناس في أيام الثورة الأولى والآخر نسميه تجاوزا ثورة فكان فيه هذا النوع من الحماسية والتسامح حتى لما بدأ الأمازيغ ينجو يظهر في العلان بالتعليم يبدأ كذا بدأت الصدق بدأ هناك تراجع عند الطرف الآخر طبعا ربما هذا بسبب فشل النقاش داخل لجنة الستين والمجلس المؤقت والله يشوف السياسة في العموم تفرق السياسة تفرق والثقافة تجمع فلما كان المشروع مشروع ثقافي كان أسهل بكثير العمل فيه فلما انتقل من مشروع ثقافي ومشروع السياسي وهو لابد أن نمر بهذه المرحلة لابد من قوانين ولابد من العموم بالضبط فلما دخل لهذه المرحلة بدأ الآخر يكشر عن أنيابه وبدأ وهذا أدى إلى نوع من البلوكاج نوع من الحباس الحباس بين الأطراف هل يمكن الحديث في ليبيا عن مخبة ثقافية قادرة على أن تستجيب لمطالب المرحلة الحالية في ليبيا أنا عشت مع معارضة ليبيا مثلا خارج ليبيا والناس أنواع وأشكال هناك من يعني يعيش في رغد أوروبا والتعددية والديمقراطية وغيره وهو أكبر عنصري شوفيني أحادي إلى آخره عندما يعود إلى ليبيا لا يستفيد حتى مغير ما يعود حتى موجود هناك هناك نعم يعيش هنا في غاتو مونغالق وهذا هو أنواع يكون منهم البعثي ويكون منهم الإسلامي ويكون منهم يكون منهم أنواع وأشكال وفيه يعني النوع المجموعة من الأكاديميين حقيقة أنا شخصيا يعني عندي أصدقاء كثيرين من الناطقين بالعربية حتى من غير ما يعيشوا في مجتمعات منفتحة ولا يعرفوا شيء عن التعددية وهم بطبيعة المتعددين إما لإطلاعاتهم الخاصة إما لقراءاتهم إذن يوجد هذه الظاهرة وثلك وتوجد ظاهرة لم أجدها أنا عشت في المغرب مدة وأعرف الجزائر جيدا وأعرف دول تمزغة عموما أن هناك ظاهرة غريبة في ليبيا ربما أنا تجدها كثيرا وهي ظاهرة الأمازيغيين اللي هم متعربين من 500-600 سنة الآن أطفالهم يتعلموا اللغة ويتكلموا ومن المدافعين عن حقوق الأمازيغ وهي ظاهرة بحجم كبير حقيقة يعني ملفت للنظر مثلا نجد شخصيات هنا في المغرب شخص اثنين كل ما في مكان أو آخر أو نجد في الجزائر كاتب ياسين وأسماء معينة لكن في ليبيا أقول لك ظاهرة أصبحت ظاهرة اجتماعية بمعنى تجد أعداد كبيرة من الناس تذهب وتتعلم لغة العنسية المزيغية أو تدافع وتكتب في الإنترنت وكذلك عن التقافة وحصوصا من ناحية الهوية ما الذي أنجز في هذه السنين من الثورة إلى الآن خمسة سنين تقريبا ما الذي تنجز في المجال لإنتاج تقافي الأمازيغي الذي كان سابق ينتج في مجال سرية أو تحت الوصاية أو الحظر ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال أنا في نظري الشخصي أكبر إنجاز ربما يجب علينا أن نحافظ عليه ونحن نجد الدوه ونجعله أحسن ليس شرط أنه يكون من البداية صحيح ولكن على الأقل يعتبر مكسب هو في المجال التعليم المناهج التعليمية الآن عندنا المناهج التعليمية الأمازيغية عمرها لم تكن في التعليم إلا بعد 2011 صبحت تدرس في المدارس كيف عملتوا كي تدخلوا الأمازيغية في المدرسة في ليبيا خاصة في المناطق أدرار نفوسها أيام الحرب مع القدافي كانت زوارة محتلة نالوت على الحدود حدودها مستباحة من قبل القدافي وحلودة تونس وكان أكثر لبين أخرجوا دخلوا منها يفرن كاذب محتلة لأنها أقصى للشرق كانت جادو تحضى كانت جادو في وسط الجبل هي وكباو وكانوا المنطقتين الوحيدتين التي لم يصل إليهم النظام بحكم طبعا كما قلت هم جايين في وسط الجبل فلازم يمروا على مناطق كثيرة القدافي حتى يصلهم ولهذا لم يصلهم أي ضرر من هذه المناطق فكانت جاودة الصباقة أول مدرسة لتعليم الأمازيغية كانت في جادو وكما قلنا كانوا يستخدموا في كل شيء يعلموا الحروف يعلموا كذا بيغدون أي منهجية أو كذا مباشرة مع القداع على القدافي وانتهاء كل المسلسل بدأنا في التفكير جديا في إخراج مناهج أمازيغية وكانت قرارات كثيرة يجب أن نقوم بها بسرعة بحيث أنه يصبح أول شيء يعمم المنهج بحيث يصبح موحد عند الجميع وكذلك سيارسة أفرض الأمر الواقع وكذلك تطلعات الناس وإلى آخرهم كانت من أهم القرارات واحد أن الناس أنفسهم عندهم حميمية إلى التفناغ من غير أي نقاش بمعنى حسم موضوع الكتابة بأي حرف مباشرة بالتفناغ لماذا هذا الحسن كان سهل في الجميع؟ يبدو أنه هو شيء يرون فيه نوع من الهوية يشوفوا فيه نوع من الهوية يعني هذا وين؟ يعني قوة رمزية الحرف وعراقة تاريخية وتراها في الجرافيتي وتراها في الحيوط وتراها في اللباس وتراها في كل مكان الناس يكتبوا في تفناغ إذن قرار واش من الجرافي أو ما ش من الحرف الذي يكتب به باللغة الأمازيغية هو قرار التفناغ إذن انتهينا من موضوع التفناغ هل كان الذي يستبني المغرب لهذا الحرف تأثير في هذا المجر؟ أكيد معيرة والعمل على الحرف الأمازيغي كان لها تأثير كبير أكيد في المغرب وهذا اللي بنوصل هنا في باقي الكلام أن بعد ما اخترنا حرف التفناغ حقيقة لم نختاره اختاره الناس يعني ما كانش في مثلا أكاديميين جالسين ويتكلموا ويتناقشوا واشهدوا ولا صراع ولا نقاشات تلفزيونية يعني اجتماعيا كان محسوم محسوم الناس حسموا هذا الموضوع حتى تجد لافتات تجد كذا كل شيء بالتفناغ إذن الموضوع محسوم إذن هذه مشكلة كان فيه رغبة في مجروع التوحيد نعم ونحن عارفين أنه فيه جدية في العمل في المغرب حقيقة من ناحية معرة اللغة من ناحية كذا ولو كان تزداد كل يوم وتتحسن كل يوم فقلنا نستفيد من تجربة المغرب ونبني عليها من ضمن قرارات البناء على المنهج المغربي مثلا أنه في بعض التغييرات في حرف تفناغ بسيطة جدا 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 تتلاءم وليبيو وكذلك لما تناقشنا مع الإركام هنا في المغرب ربما أقروا نوعا ما أن هذا ربما يكون كذلك في صالح الأمازيغية أن نحن ندرنا هذه القرارات بعد هذا جاء كتابة المنهج إقناع الناس أن اللغة المزغية الممعيرة مش شرطة تكون نفس اللغة التي تتكلموا في الدار وراه اللغة الممعيرة أوسع بكثير وتشمل كل تمزغة وأن أطفالكم بعد عشرين عام مثلا يصبحوا في تخاطبوا بسهولة مع أمازيغ المغرب والمتفرجة في التلفزيون مثلا المغرب والجزائر وغيرها فصار فيه نوع من النقاش في هذا المجال لأن الناس لا يجهل شيء عادي كما يقولون وفعلا نجحنا في هذا السام ومجدنا بعض الصعوبة في البدايات ولكن نجحنا كان فيه نقاش هل ندخل مثلا بتدريس الجهوي ثم ندخل في التعميم ثم في كذا الحقيقة حسم الموضوع من البداية الأمازيغية الممعيرة للجميع بدون أي تدرج بدون أي هذا وهذا سيحتاج نوع من تهيئة لغوية بالضبط هل كيف يمكن المختصون في الليسانيات يعني اللي يخدمون على اللغة الأمازيغية في ليبيا في الغالب الهوات للأسف الشديد وأثبت الوقت أن ربما بعض الهوات أقدر من بعض الأكاديميين اللي هو مثلا تجد عنده بحث عن مثلا عند بعض الأكاديميين في ليبيا يشتغلوا على حروف الابتداء في الأسماء الأمازيغية مثلا وتجد إنسان هاوي ويقرأ في الموضوع بجدية من سنوات هذا الموضوع طبعا من المواضيع التي قرأها ولكنه يعرف كل شيء عن اللغويات ودرس في الله إذن الموضوع الحقيقة ليس موضوع لم يكن اجتماعات أكاديمية بدرجة أولى والذي سهل الموضوع كما ذكرنا أن أعمال أكاديمية كثيرة عملت في أو في أو 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 أصبحت مراجعة أصبحت مراجعة بالنسبة للجميع وزي ما تعرف لو المعيرة قيمت في المغرب فهي نفسها التي ستكون مثلا كتابكم هنا في المغرب عن وحدة النحو العمازيغي مثلا أصبح مراجعة للجميع سواء الجزائر ليبيا تونس أو الجميع يعني خلاص لم يحتاج النقاش فيه كثير ربما يضاف عليه يناقش في بعض الأطرحات ولكن في غالي بيتي وفي عمومه نفس الشيء يدرس في ليبيا والكتاب المدرسي يعني ألفتم كتاب مدرسي يعني كان عندكم دور في تأليف الكتاب المدرسي الأول يعني الآن كيف يتعاملون التلاميذ والمدرسون مع الكتاب قبل هذا لو تسمح لي الكتاب المدرسي الآن وصلنا إلى صفة الخامسة الابتدائي صفة الخامس نعم في ودرة وجيزة لأن كل عام كان أخدمه العام اللي بعدها نعم طيب هذا خامسة ابتدائي وعندنا تعاقد مع وزارة التعليم إلى الصف التاسع الابتدائي نعم يعني القرار خلت صدر وأمورها تمام طبق إشكالية كتابة الكتاب كيف تتم الكتاب المدرسي مبني على شيء يسمى ISO Education يعني International Standardization Organization for Education هذه المنظمة هذه الدولية يستفيد منها الكاتب بالعربية باليابانية بالهندية كل لغة العالم كل لغة العالم تستفيد من هذا Standardization هذه للتعليم مثلا عندكم في الصف الرابع الابتدائي يدرس طقس شوف كتاب الرابع الابتدائي بالفرنسية يدرسون الطقس الرابع الابتدائي في الكونغ يدرسون الطقس بمعنى هناك معايير دولية تعتمد في المدرسة الآن فيما يتعلق بالمضامين وبالمنهجية التدريسية بالضبط بالضبط واستفدنا من بعض الباحثين المغاربة اللي جاءوا عنا في ليبيا واستفدنا منهم كثير وأرسل ليبيون هنا وأخذوا دورات وكذلك يعني التجربة اللي عاشها الإنسان في المغربة وعاشها في الجزائر وشاف المناهج وشاف كذا فاستفيد منها كذلك وزي ما قلنا هي صيرورة عرفت الإنسان عندي صديق في الإعلام أول ما بدأنا التلفزيون بالأمازيغية في ليبيا الأحرار كان عندي صديق اللي يذكر في الخير شكري أغمير لما جبناه يشتغل معنا أو هو سبقني في الإذاع لما جاء كان يقول لي يقول لي أنا تشوفني الآن طبيعي نخدم في هذا الشيء لأنني طول عمري نحلم به إذن فلما يجيه ماشي هذه كنت لحظة هو يتعلم ولا كي لا هو أصلا يشاهد فكر فيه ودار فيه نفس الشيء في التعليم في التعليم هذه الأشياء فكرنا فيها مقبال وربما كتبنا مذكرات عنها أو حاولنا فلما وصلنا إلى تلك المرحلة وجدنا الأمر نضج وسهل إذن زي ما تعرف لما كان الوضع مغلق في ليبيا كان كثير من الناس يعدوا لمثل هذه لنعرف النظام لن يستمر دائما وإلى خريفة يعدوا لمثل هذه المرحلة هذه من النحية بقية إشكالية أخرى وهي إشكالية إعداد المعلمين إشكالية تهيئة المدارس الآن عندنا مثلا بعض المناطق زي زورة فيها 120 مدرس تقريبا منطقة صغيرة ولكن خلال 120 مدرس وعدد كبير يعتبر تم تكوينهم في دورات تكوينية على المنهجية وعلى كلها كل شيء بالضبط بالضبط أنا ينبغي أن نذكر أستاذ عبد الرحمن بيلوش أكيد تسمع به كان مقيم في مغربنا في ليبيا من سنوات بيلوش الذي كان عنده تجربة في التعليم في المغرب ويشتغل أيضا في المعهد الملكي التقاف الأمازيغية وكان عنده دور في تكوين المدرسين في ليبيا بلضبط بلضبط وغيره وغيره حقا في مجموعة من الشباب الخيرين القادرين اللي جعلنا في ليبيا وقاموا بدورات تدريبية بل حتى في الآن سيماد غيس السيدات السادة نظار الأعزاء كنحيلكم على روبرتاج ثاني مباشرة بعد الثورة الليبية عرفت البلاد عودة ملامح التقاف واللغة الأمازيغيتين بعد 42 عاما من الإقصاء والتهميش حيث عرفت الأمازيغية دخولها إلى التعليم في مناطق أدرار نفوسة وزوارة منذ الدخول المدرسي لسنة 12-2000 كما عرفت نفس السنة ولادت منابر إعلامية ومراجنات فنية أمازيغية توجد بملتقى الاستحقاق الدستور لأمازيغ ليبيا مناسبة جمعت مختلف الأطراف السياسية والمدنية الليبية واللقاء الذي تمخذ عنه بيان دعا إلى تأسيس دولة القانون والمواطنة ودسترة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد أمازيغ كانوا ممشين في السابق والآن كل أي منطقة متوفرة فيها الطوارق ومتوفرة فيها اللهجات الأمازيغية لازم تلتحم ببعضها وتتماسك لأن في حاجة يسمى في الاتحاد قوة الله يصر هذه التورة ويبارك فيها ويشفى جرحانا ويعود الأسرانا إلى مواطنهم نتمنى أن نصر للمخلصين هذه التورة تحيى تورة السابق ويحيى تورى المناظرين ويحيى كل مناخ الصينية لخدمة هذه التورة هذا وصر تفاؤل واسع في الأوسط الليبية حول مستقبل البلاد ما بعد ثورة السابع عشر فبراير لكن ما إن تم انتخاب هياكل المؤتمر الوطني وصياقة المبادئ الدستورية وفتح النقاش حول الدستور الليبي حتى دخلت البلاد في دوام من الصراعات والسيناريوهات التي أجهزت على أحلام الشعب الليبي لحظة تاريخية يامل حقوقيون صاف الأمازيغ الذين عانوا طويلا من التهميش والإقصاء ودسترت حقوقهم اللغوية والثقافية والسياسية في ليبيا ما بعد القدافي مدغي سيدان كان هناك تأليف ديال الكتاب المدرسي كان هناك تكوين ديال المكونين من ناحية ديال التحسيس في المجتمع بضرورة التعليم وبأهمية التعليم الأمازيغية خاصة في مناطق ناطقة بالأمازيغية واش الجمعيات ديال الحركة الأمازيغية في ليبيا هل كان لها دور في عملية التحسيس هذه باعتبارها ضرورية لإنجاح العملية أكيد أكيد كان فيه بل هذه جميعات قامت بدور عدوار كبيرة أخرى حتى في إعطاء الدورات للغة التعليم المدرسين الحقيقة المجتمع المدني كان لها دور أكبر بكثير من دور الدولة في هذا المجال بما نحن نتكلم عن المجتمع نحب نربط موضوع مهم جدا بموضوع الموضوع التعليم بعد ثلاثة سنوات من تعليم اللغة الأمازيغية في ليبيا ما زال الهم في ذهني هو كيف يعيش الطالب ما يدرسه كيف المحيط متاع يتمز كيف نربط ما يدرسه فيما يقوم به في البيت ولهذا أخرجنا راديو عملنا راديو في جبل نفس يسمى راديو أول طبعا في غيرها راديو راديو جادو راديو لالوت راديو زوارة وهو كاساس لكن راديو أول أظن يعمم على هذه المناطق أكثر من غيرها بمنحة يصل مداه إلى كل هذه المناطق راديو أول كانت الفكرة الأساسية من هذا الراديو أن الطالب الذي يقرأ في المدرسة ما زال يستمر ويسمعه وهو راجع من المدرسة في السيارة معنا نوع من الرغط بين الإعلام والتعليم بالضبط وكانت الفكرة الأخرى كذلك أنجزنا تلفزيون اسمعنا تلفزيون إبرار وكيد سمعت به والتلفزيون هذا كانت الفكرة الأساسية من تهياء يكون استمرارية لما يقوم به الطالب في المدرسة وهذا لا يكفي فأخرجنا أول مجلة مثلا أمازيغية وهي مجلة أرمات أرمات التي لا يعرف الكلمة بالأمازيغية تعني المجلة الوحيدة الأولى التي كانت تصدر بالتفنة من أولها إلى آخرها بلغة واحدة بالأمازيغية فقط وحاولنا أن نبدع فيها في عدة مجالات بالأخر فمثلا العدد هذا يتكلم على ناسع التي هي وكادة الفضاء ويتكلم على باب ديلين كمغني يتكلم على قزي يعني مفاهيم كونية موضعة فضائية بالضبط ولكن كل شيء باللغة باللغة الأمازيغية بالضبط وقصص ترجم مثلا بعض القصص تترجم عن اللغات الأجنبية كالفرنسية والأخر إلى الأمازيغية وطبعا بالإضافة إلى أشياء الأمازيغية صرفة من الأساس بعدين هذا لا يكفي فقررنا حقيقة أن اللعب عند الطفل يكون كذلك باللغة الأمازيغية نعم استعمال العام استعمال العام فأخرجنا وصنعنا بعض الألعاب التي هي بالصوت ولا أذكر أن في المغرب فيه مثل هذه الألعاب ولا في الجزائر ولا في غيرها الألعاب يلعبها الطفل تصدر أصوات باللغة الأمازيغية تلعبها والأخر لا تحدث عن الألعاب في الكمبيوتر والتليفونات والأشياء هذه الحديثة والألعاب قائمة بذاتها تأخذها تفتحها يعني مادية بالموسى بالموسى يلعبها الطفل في الإبداع مثلا الفني والمجالات الفنية مثلا هذه تستخدم في الكلاج للطباعة والأختام مثلا الحروف الأمازيغية هذه ملصقات يستخدمها الطفل هذا التتواج في الأعراس والأفراح يستخدمهم التقز يستخدمهم الأوشام النساء والأخير فحاولنا أنه يكون فيه استمرارية لما يبدأ الطفل ميراث إدخال حرف تفيناغ واللغة الأمازيغية في كل مجالات الحياة بالضبط حتى أمزح مع الأصدقاء كل ما نتمنى دائما تفطروا الصباح بهذا المج الذي هو مكتوب عليه تفاوين ويكون غيرها مكتوب بأشياء أخرى وكله باللغة الأمازيغية وبتفيناغ فحاولتنا يكون من يوم يفق الإنسان في الصباح يشرب قهوته به المج بالأمازيغية يدخل للسيارة يستمع ناردي بالأمازيغية يدخل يدعنا مثل هذه النحوات والنقوشات لكي تُعطى كهدايا للأطفال عندنا كذلك لمن عندهم القدرة وعندهم التليفونات الذكية هذه والتابلت عملنا لهم بعض البرامج باللغة الأمازيغية مثل برامج إلكترونية مثل برامج أهيل النو أهيل النو هذا برامج حقيقة باللغة الأمازيغية أول برنامج كان يصدر كبرنامج ملتي ميديا متكامل بالصوت والصورة واللعب وبل يأخذ حتى السكور اللي هو باللغة الأمازيغية وغيرها فالألعاب الإبداعية زي هذه بتاعت ما يسمى جيكسا بازل هادو مشهورين في أمريكا وغيرها يستعملون للتعليم بل حتى سكرابل اللي هي الشعر العالمية المعروفة عملناها باللغة الأمازيغية مونوبولي هذه اللعب هي كمشهورة عالميا فنحاول لمن عندكم سبقة في شمال إفريقيا في موضوع الأمازيغية في هذه الأشياء لأنها ما زال مكينة في المغرب في الزائق فنحاول من هذا المجال آخيرا ربطنا التعليم والتيفيناغ واللغة الأمازيغية بالتاريخ وانت عندك هنا مثال اللي هو مجلة أمزروي النغ أمزروي النغ هي كوميك أول كوميك لو تسمح لن نعرض من نغ صفحة أو لجوج الكوميك هذا أمزروي النغ تاريخنا يكون بالصفحتين حقيقة كتبناه بالعربية وبالأمازيغية من الجهتين يعني هذه المثال على الصفحتين كيف يكونوا يعني هذا اللوع من البوند دي سيني البوند دي سيني بالضبط الكوميك كيسمى بالعربية أظن أو المونجا أو الغيرة هنا يتحدث على بدايات التاريخ أنت تعرف التاريخ الأمازيغية بدأ يؤرخ من عهد شيشنق فهنا أول سميتو أول حلقة كنت تتكلم عن الملك شيشنق وهنا باحث أركيولوجي كيمشي من مدينة لمدينة ويشوف يكتشف العالم الأمازيغ يعني تم اصطناع شخصيات كوميك باش هي اللي يتبع ليسمو فيها يتبع مع الطفل وتقدم له هذه المعلومات التاريخية والعلم هو في عالم الكوميك وفي الأفلام يحتاجوا إلى حاجة يسمو فيها في الكندوكتور اللي هو وكيأخذك من منطلق إلى نهايتها فحنا أحبين أن نحكوه زي بالتاريخ عندنا في أجدادنا كانوا يستعملوا ذلك الرواياتي والحكاواتي والجدات والآخرين فهذه المجموعة الكوميك 14 جزء عن التاريخ الأمازيغي نعم ويبدأ من شيشنق ينتهي يا أبد الكريم الخطابي أنت تعرف أننا في ليبيا مثلا لما ندرس المادة اللغة الأمازيغية ليس غير اللغة فقط ندرس بل يوجد مضامين كثيرة تربطون اللغة بالتقافة بالتقافة بالهوية بالتاريخ صف الرابع الابتدائي هناك أغنية آخر أغنية يتعلمها الطفل ويحفظها كناشيد تتكلم عن كل الملوك الأمازيغ مثلا والممالك والعلماء والشخصيات الكبرى والمحطات الكبرى في تاريخ الأمازيغ عن طريق الشعر ويتعلم من خلال هذا الشعر تصريف الأفعال هو ذلك تصريف الأفعال ولكن في نفس الوقت يأخذ مواضع كثيرة عن التاريخ والطالب يحدث الطالبة والمدرس يرد عليهم وداخل المكتبة فهناك موضوية مثلا في الصف الثاني الابتداء يتعلم الطالب في مادة التعاون مثلا يتعلم أن يعين الولد أو البنت لأنه مشكلة في المناهج المناهج دائما الأم في المطبخ والأب في المشعرف كذا والطفلة هناك نوع من تقسيم الأدوار وفق المنظور التقليدي نحن أعطينا المفاهيم حقيقة مترسخة في المجتمع العمزيغي حاولنا نجسدها كذلك ولكنها تتماشى مع حداثة أيضا ومع تقافى الحقوق الإنسان فهذه حقيقة التعليم ره ماشي مجرد تلقين حرف كلمات التعليم عندها دور اجتماعي كبير جدا ويجب أن يولى هذا الدور ويجب أن يربط بالحياة اليومية بمعنى أعطيت للتعليم موقع الصدارة فيما يتعلق بمشروع النهوض بالأمازيغية في ليبيا بالضبط هذه هي الفكرة الأساسية التي مرتبط بها موضوع التعليم عندنا على الأقل في أذهاننا الحصيلة الآن يعني عملتوا الخمس سنوات الابتدائي واذا دخلتوا الإعدادي لا مازال مازال ما بدلنا الإعدادي إلا نحن نمشو كل عام كندرسوا العام اللي بعدها فمن الصعب أنك أنت في أربع سنوات توصل للإعدادي أنك تحتاج تسع سنوات حقيقة تمانية سنوات فما زلنا نجتهد في هذا المجال وما زلنا نستفيد من تجرب الآخرين وزي ما قلنا ما نهجتنا هذه ما هيش قراءة منزلة يعني كنت تكلم عن التأليف المدرسي باقي غادي واكب سنوات بزرط لا واكب السنوات ويمشي من عام إلى العام الآخر يصير أحيانا بعض العراقين أنت عرف عالمنا في المواعيد مواعيد الطباعة مواعيد التوزيع مواعيد كذا ولكن لكن رانا غادين ماشيين ماشيين وهذا الأمر يريد سنوات ويحتاج يحتاج إلى سنوات كثيرة يعني مش أمر من السهل أنك تجاوز بجانب التعليم كالإعلام الإعلام انطلق مع إداعات وذكرتي بعض النماذج وانطلق أيضا مع قنوات تلفازية ومن بين القنوات إبرارا اللي كانت تقريبا ناطقة باسم الساكنة الأمازيغية والطموحات والنخب والجماهير إلى غير ذلك ولكن مع الظروف دي الليبي الآن توقفت يعني هذه التجربة الإعلام شنو الأفق ديالها في الليبي والله زي أي شي أنا حقيقة كنت أتحرج دائما أن نتحدث عن هذه النقطة بالذات وهي نقطة أن القداف مخلش كوادر في ليبيا للأسف الشديد مشكلة الكادر ونقص الكوادر مشكلة كبيرة جدا والاعتماد على الدولة في كل شي أنت تعرف المجتمع الاشتراكي وهذه ليست ليبيا بس من يعاني منها عانت منها العراق بعد تفسخ المنظومة السابقة وستعاني منها الجزائر بعد انتهاد هذه المنظومة لأن لا ينطلقون من منطلق داعه يمشي داعه يمر ينطلقون من منطلق مشيه وحكمه ووريه كل شي فهذه حقيقة أنقصت من الكوادر بكثير فهذه أكبر عائق نجده أمامنا هو عائق عدم وجود كوادر كفء في خدمة هذه المجالات وهذا نلامسه حتى كذلك في التعليم نلامسه في كذلك في قضايا أخرى وربما البداية والتعثر تعطينا فكرة أحسن على البدء من جديد والنهوض من جديد والعمل بطريقة أفضل من الطرق التي اشتغلنا بها من قبل وتكون أفضل لصالح الجميع أنا أرى أن في عراقيل في أشياء كثيرة جدا 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 وربما لا أركز عن هذه العراقيل فقط لكي حتى ليطبط الإنسان من عزائم الناس ولكن في العموم يجب الاعتراف أن الأمر ليس بالسهل حقيقة ليس سهل والأمر يحتاج إلى سنوات طويلة جدا حتى أني اليوم كنتكلم مع صديقي العزيز الدكتور عبد السلام الخلفي في المعهد ملكي التقافة المنزيغية السلام خلافي نعم أنها كيفاش أنتما كنتم تقوموا بعمالية التقييم التعليمي عندكم في المغرب فيقول يجد صعوبة في ذلك كبيرة إذا كان المغرب يكون مؤسسات هو كوادر هو وإلى آخر هي يجد صعوبة في ذلك فما بالك في ليبيا التقييم قام به بعض الأساتي تالأستاذ محمود البكوش وأستاذ أنوار باسكال وغيرها هذه الأساتذة التي حقيقة يعملوا في هذا المجال بكثرة معهم الأستاذ عبد الرحمن بيلوش كتبوا التقييمات وداروا على المدارس وشافوا المدرسين والنواقص فعبد الرحمن شلغم كذلك حاولوا أن يقوموا بهذه الأشياء ولكن الأمر ما زال فيه صعوبة لأن التقييم العلمي يحتاج إلى تركيز أكثر مجرد استاتيستيك والإحصائيات تجيبها وتنتهي بها يحتاج إلى التفاعل معرفة الظروف المحيطة بالطالب مثل المدرسة طريقة الابتداء ويحتاج أيضا إلى استقرار الأوضاع استقرار الأوضاع للحسب من الناحية السياسية بزر فالتقييم ليس بالسهل بسهول ما كان ولكن أنا متفائل جدا 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 لمستقبل التعليم في ليبيا لأن كما قلت يوجد الرغبة عند الناس يوجد الحماس يوجد كل هذا ويوجد كذلك نوع من الاستقلال يعني الدولة في هذا المجال لأن تعرف أنت المنظومة التي تلقى بها ليبيا الآن منطوقة جهوية والجهات تستطيع أن تتعمل متى شاء فهذه حقيقة تساعد كثيرا في عملية لو تجيب لي واحد من منطق أخرى حتى تقل على منطقتي أو ما عنداش رغبة في زي مثلا في بعض الدول يأتي وزير التعليم الجديد يمسح الليفات ويبدأ من سميكو مثل مغربة فهذه مشكلة نحن في ليبيا حقيقة لا تعتمد على مزاجية الموظف ومزاجية على الأقل في مناطقنا يعتمد على عزيمة وإصارة المدرسات ومدرسين وجب القول شيء مهم جدا أن أغلب المدرسين الليل المنظهية هم نساء عندنا في ليبيا الرغبة شديدة عند النساء المرأة عندها دور كبير جدا الغريب في الأمر ربما مدرسين قليلين جدا أنا أقولها بصراحة المدرسين ربما يشكلوا حتى 10% مننا وهذا مهم بالنسبة للتعليم ابتدائي جدا جدا أنت تعرف الطالب يا الله في طم من البيت انتعاه ويدخل إلى فهذه معروفة سيكولوجيا في العالم ويكتبون عنها به في مجال الإعلام قدرته بش تكون جيل جديد من الإداعيين والمقدمي البرامج في التلفزيون من إنات وذكور فيه والله فيه فيه خرجوا مبدعين خرجوا حقيقة في راديو أول مثلا أنا شخصيا رأيت بعض الشباب مبدعين جدا وعندهم رغبة شديدة لأنهم يدخلوا ويقعوا في المجال الفرص هي قضية الفرص الإمكانات المادية والآخرية هذه هي الإشكالية وين تكون حتى في قناة إبران خرجوا بعض الشباب من أرواع ما يكون حقيقة واشتغل هنا وحيّل أستاذ حمو من هنا من المغرب كان يشتغل عنه من المغرب يشتغل عندنا في القناة الأمازيغية في ليبيا ما زال حقيقة الشباب حتى اللي ما ختمش في التلفزيون كيبدعوا من عندهم في بارعامش هنا أحيّل صديقي المخرج السينمائي سليمان إحمانا خرج عدة أشيط عن الهوية خرجوا بعض الأفلام بعد التغيير اللي حصل في ليبيا كالمخرج الشاب أزروم أغورو مثلا أخرج تماجيت أخرج الآن فيه أشيط عن تاريخ الحركة الأمازيغية ففيه أفلام لأمتيجات التلفزيونية 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 وما زال لا يوجد أفلام للسينما ولكن في المسرح يجب أن أقول كذلك أن خرج المسرح الطفل الأمازيغي خرج رئيس نقابة المسرحيين الليبيين كلها أمازيغي فيه الآن مسرحية ملحمة التاريخ الأمازيغي من أولى لآخرة في مسرحية طويلة وسوف تعرض في كندا على فكرة هذا الصيف عرضت عدة مسرحيات في ليبيا حقيقة باللغة الأمازيغية ولأول مرة تخيل أنت الآن خرجت من التورا وكنت تشتغل في الضلام بعد ثلاث سنوات تخرج مسرح يعتبر بالنسبة لي هذا يعتبر إنجاز عظيم الناس لا تشعر به الناس ما زال تقالقوا وتريد أكثر وهذا شيء جميل ولكن يجب أن يدركوا ما لديهم حتى اللي ضعي لطغة الهم السياسي مخصوص يتبنى على فراغ للأسف الشديد الشباب وجدوا أنفسهم كثيرين وجدوا أنفسهم في الموضوع السياسي لأنها لا يتطلب جهد كبير سمحني معلش ولو كنت نقص من قيمته بهذا الكلام ولكن أقصد بذلك ليس تنقصها من قيمة أقصد أن العمل الإبداعي يريد جهد يريد سهر يريد تعب حتى ما تعرفش حاجة تتعلم وتحتاج وقت باش تتعلمها لكن السياسة لا تحتاج كل حد يستطيع أن يحلل كل حد يستطيع أن يبدي رأيها طبعا إذن وليس بشرط أن يكون لا تكفيب طبيعة لا تكفيب طبيعة لا تكفيب طبيعة لا العمل هذه طبيعة العمل الأمازيغي والحقوق العمل حقوق الأمازيغي وعمل حقيقة ثقافي بدرجة أولى هو الأساس الذي خرج هذا العمل السياسي نحن تطرر إلى سياسة الطرار وإلا إذا كنت سياسيا تريد أن تخدم بلدك مش شرط أن تكون أمازيغي أنهم تكون صادق وتكون وطني وتكون عندك رغبة في الإصلاح والديمقراطية ولكن الثقافة عندها دور في تغيير الدهنيات والرقيب الوعي وهذا أساسي في البناء السياسي بالضبط وهذا اللي بنقول لك من البداية أن نحن ولو حققنا بعض الأشياء في المجال الأمازيغي لا يعني شيء إلا من تتغيير العقليات وهذا ما يحتاجه في سنة وثنين جهاد الأكبر وهذا اللي يأخذ وقت أكثر هل هناك مؤسسة الآن في ليبيا راعية للتقافة الأمازيغية مثل المعهد الملكي في المغرب مثلا نعم سؤال في الجرح يوجد المركز الوطني للدراسات المحلية طيب هذا يختم بالتبو والأمازيغ بالاثنين التبوهم أقل ليبيا عندهم لغة خاصة أقل لغة خاصة هم عندهم امتداد في تشاد والنيجر والآخرين في تشاد بالداد دابا أنا قلت لك من المغربي دابا الآن هذا المركز للأسف أول ما تأسس أول ما تأسس المركز قامت الحرب في طرابلس وهو في طرابلس المركز هذا فتعطل عن الإنجاز ولكن لهم الفضل في طباعة الأمزلوين النغ هذا الكوميك هم اللي عاونونا ماديا لكي نطبعوا هذا عندهم ميزانية عندهم ميزانية هم اللي عاونونا لكي نخدم القموس على الإنترنت لدينا أكبر قموس الآن نشتغل فيها على الإنترنت بشكل كولابوراتي قاموس عن اللغة اللغة المسيحية في ليبيا نطعف نطعف كم صفحات الآن معجم؟ بالألاف حقيقة الفين لا 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 سبعين ألف كلمة في المعجم كم عدد الصفحات؟ من الصعب ما نعرفش لأنها بطريقة الإلكترونية فيكون سردي هكذا ما يكونش بصفحات عندنا ويطبع ورقيا نتمنى هذا في القريب العجم نتمنى ولكن تعرف هذه الأشياء تحتاج وقت أنا دائما أراهن على الوقت لا بد أن يكون فرق عمل بلظب ولازم تتوزع الأدوار ولازم ولازم الآن مؤخرا كذلك كان إصدار قانون أو وزارة التعليم العالي أصدرت مركز اسمه مركز الدراسات الأمازيغية ويتمع أكاديميا أكاديمية الدراسات العليا وهو المقرفين؟ مقرفين طلبس كذلك للأسف كذلك جاء في ظروف الحرب وعين لها رئيس وعرن لها جميع الكادر الوظيفي متاعها وإلى آخره ولكن للأسف الشديد ما زالت فيه إنجلس بأن كذلك في طرابس مشكلة هذه عين له فرع في زوارة مثلا ما زال الأمور تأخذ وقتها تأخذ وقتها ولازم يصبر ويتابر ويوقفش دائما يعود يعود هل هناك متاحف مازيغية في الليبيا بعد التالي تعرف من القدافي من الأهد القديم حقيقة فيه اهتمام كبير جدا بالمجال الثقافي والمجال التراثي وإبراز الخصوصية الأمزيغية في الليبيا القدافي جاب شركة ألمانية وهذه معروفة للجميع الشركة الألمانية رسمت خريط السياحة في الليبيا خريط السياحية القدافي كان عنده رغبا أنه يفتح مشاريع السراح ويفتتع على الغرب وإلى آخره فلما عملت هذه الخط السياحي في الليبيا يبتدئ بمناطق أمزيغية وينتهي مناطق أمزيغية فلغية المشروع بأكمله للأسف للأسف في عدد الدافئ لم يتحقق طبعا كان المشروع يقول أنه يجب تبنو هوتيلات أو هوتيلات في هذه المناطق يجب أن يكون مطاعم يجب أن يكون خطوط سير يجب أن تتحسن الطرقات يجب كده فهذا ما يعني بنيا التحتية يعني بنيا التحتية ماذا يعني نفتاها الآخر ماذا يعني تعريف الأمزيغية فهذا كلها كان فأوقف المشروع أوقف المشروع بكلها بسبب أنه سيظهر ثقافة الأمزيغية اللي هو يقول مكينش آه اللي هو يقول مكينش نعم بصعب هل هناك متحف الآن في المناطق المتحف فيه متحف قديم جدا متحف سليمان البروني في مدينة جادو في جادو مدينة تيفرن لها مبادرة تقفية كبيرة جدا ومجلسها التقافية يتكون من مجموعة من المثقفين نجموعة من المناطقين الأمزيغ وانتظرتهم مدينة تيفرن تعرف المناطقين الله يذكرون بالخير الآن كان فيه مبنى بناه الإيطاليين مبنى كبير المبنى هذا اسمه المتحف الثقافية متاع مدينة تيفرن حتى هو نفس الشيء في بداية الحرب ودخلنا في موضوع اللي أسمى أنا أعهد إلي متحف المتحف الموسيقى الأمزيغية ميوزي دو لانتولوجي ميوزيكال أمزيغ وهذا سيضم جميع الألات الموسيقية يكون فيه وعنده بناية الآن خاصة البناية هي هذه هي نفسها نفس المبنى اللي أحكي لك عليه هذا المركز التقافي اللي أعادوا تجديده المجلس المحلي فرن المجلس المحلي فرن قاموا بوضع زين أمزيغية كبيرة جدا وعالية كبيرة جدا للتأريخ والتضحيات والنضال الأمزيغي عبر شمال أفريق هناك بعض الأشخاص اللي قاموا في بيوتهم القديمة إعادة بناء وهيكلة الطريق اللي عاش بها الناس الأولين وفيه إقبال شديد جدا مثل عندنا بيت إيسيليون في جبل ناو في فرن هذا يزوره سفراء أمريكا يعز عليهم كثير يعني هم يزور هذا الأمكان بل أن الأل أصبح موضة اللي هو يتزوج جديد يمشي يتزوج في هذه الأماكن بحكم نهاية تعيشهم هذيك التاريخ القديم السماد غيس في دقيقة يعني قبل أن نختم الحلقة يعني عندكم مهارات عديدة غير البحث منها صنع هذه الأشياء الجميلة من العملة للملوك الأمازيغ القدامى مسينيسا يوغرتن كده ومنها أيضا النحت بمعنى عملتي منحوتات للشخصيات الأمازيغية من القديم إلى الآن إلى إدير الموسيقي وتفكر في محمد شافيق أيضا وغير ذلك هذه الأشياء الجميلة وكنذكر أنه أخذت جائزة للنحت أيضا على الخشب من كندا وهذا نحت أيضا على مواد صلبة هذه الأشياء غير موجودة هنا يعني كيف وجدتكم هذه الفكرة ولماذا لا توجد هذه الأشياء في بلدان شمال أفريقيا نعم أنا حقيقة النحت يا عزيلي كثير أول شيء أن هي رمزية هذا الانتمثال ملك الأمازيغي يوغورتن هو مكتوب سميتو والتاريخ نتاعه أنا نمشي للبيوت الأمازيغية وأحيانا تتمنى أن نكترى شيء يعني في البيوت يعبر عن التقافة والهوية الأمازيغية فخطرت علي فكرة أننا تخليدا للتاريخ الأمازيغي نصنع مجموعة من المنحوطات التي تتعلق بشخصيات أمازيغية كبيرة كيوغورتا مسينيسا وغير حتى عبد الكريم الخطابي والسيمان الباروني وغيرها من الشخصيات الحديثة هذه وبعد هذا قمت بتصنيعها بشكل كبير جدا فيه موجودة تباع هذه تباع في كندا تباع في أمريكا تباع في دول سكندنافيا تباع في فرنسا ولكن ولا تباع في تمزغا لا تباع في ليبيا تباع في تونس ولكن لا تباع هنا في المغرب بحق موجة موزعين في المغرب يعني لو كان يجيني شخص موزع يقول نحب نوزع هذه ونحتاج إلى قطعة ولهذه الأشياء ولهذه الميداليات فيه رغبة شديدة فيه طلب كبير جدا هنا في مغرب عن هذه الأشياء تجيني عن طريق الفيسبوك تجيني عن طريق الإيميلاد ويتساءل الناس حتى على قمت بنا ولكن للأسف لم أجد أحد إلى الآن جاد أنه يتحمل مسؤولية ويأتي بهم من ليبيا أو من الصين ويوزعهم هنا أتمنى أتمنى أنه هذه الأشياء الإبداعية الجميلة أنها تلقى سوق رائجة في دول شمال الفريقية بالدرجة الأولى وكذلك في بلدان الحوض البحر الأبيض المتوسط سيدة السادة من دار الأعزاء قبل أن نختم الحلقة ديالنا والتي نشكره بالزفع لها سيمة غيس على الزيارة دياله وعلى الإسعام دياله نقدمه بعض الإصدارات من ليبيا والجزائر المجلة التي تكلم عليها سيمة غيس هي عبارة عن بالأمازيغية والتي تحكي على تاريخ ليبيا وتاريخ إيمازيغن في شمال الفريقية وهي 14 جزء وعمل يعني إنجاز مهم جدا بالنسبة للطفل وبنسبة للتعليم ديال الأمازيغية هناك أيضا مجلة علمية تصدرها الفوندسيون أو المؤسسة ديال تاويلت اللي هي المنبر الإعلامي المعروف لأسو سيمة غيس مجلة إيمازيغن والتي تضم يعني العديد من الدراسات والمواد التي تفيد في مجال التقافة الأمازيغية ثم هناك مجلة أرمت وهي مجلة مكتوبة كلها بلغة واحدة هي الأمازيغية وبحرف تيفيناغ من البداية إلى الصفحة الأخيرة وهي لعبة واحدة دور في السنوات الأخيرة في بعد الوعي بالأمازيغية في ليبيا ثم من الجزائر جانا وحد المعجم حقوقي قانوني أموال أزرفان الذي عمله محمد زكريا بن رمضان من الجزائر هكذا السيدة السيدة مدر الأعزاء نجيو نهاية هذه الحلقة إلى اللقاء في حلقة قادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر